بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصر الحمد لله الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور وأمر بالاستعداد ليوم البعث والنشور أحمده وهو الغفور الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسول البشير النذير والصراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتحمير وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاتي كثير من اليوم قد صارت الدنيا أكبر همهم ومنتهى أملهم أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأبلوا أجسامهم بجميها يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا تمر الآخرة لهم على بال ولم يتفكروا فيما أمامهم من الأهوال كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله خق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أيها المسلمون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاغترار بالدنيا غاية التهذير وأخبر أنها لو ساوت عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما وأنها أهون على الله من السنحلة الميتة على أهلها وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبؤ من أدخل أصبؤه في البحر وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر السبيل ويعد نفسه من أهل القبور وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح وأخبر أنها خضرة حلوة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها وأمر باتقائها والحذر منها وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكن وثوب يلبس وقوت يقيم صلبا وأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وعمل فيرجع أهله وماله ويبقى عمل وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل وأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وأخبر أن غنى العبد من غنى نفسه لا كثرة مالي وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وشتت عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وقال صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والهزن عباد الله لقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من التنعم في الدنيا ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم أيها المسلمون تأملوا حالكم وما بسط عليكم من الدنيا كم تأكلون من أصناف الطعام كم يؤرد أمامكم من أنواع الفواكه كم تلبسون من فاخر الثياب كم تركبون من السيارات وماذا تسكنون من البيوت وماذا ترقدون عليه من الفرش وماذا تجلسون عليه من المقائد الناعمة وتتكئون عليه من الأرائك اللينة ماذا ترسدون من الأموال ثم انظروا ماذا تقدمون للآخرة إنما بسط على هؤلاء الصحابة الذين سمعتم كلامهم من الدنيا قليل جدا بالنسبة إلى ما بسط عليكم منها وما قدموا للآخرة من الأعمال الجليلة ليس عندكم منه إلا أقل القليل إن كان عندكم منه شيء ومع هذا خافوا هذا الخوف أن تكون حسناتهم عجلت لهم فبكوا حتى تركوا الطعام فجمعوا بين إحسان العمل والخوف من الله ونحن جمعنا بين الإساءة وعدم الخوف من الله نتمتع بنعم الله ونبارز الله بالمعاصي كأننا لم نسمع قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أم بألتنون أم بأباركادة أندبا ماي سبحانه وتعالى ماسا قروتالي ماسا سنما ماسا مي ماسا مي نالي دي داني كيا أكل مبي ماسا مي ماسا مي نالي دي فاناوي سيا كيا أكل مبي أمي ماسا تنو ماسا مي نالي دونيا دان كلا أخيرا دان كما أم بونا دان ما ديو ني جيناو كما أم بلا جين ين كوننا لا هرا سراكا كنا لجي جوني منكي باران منكي لأي أني جوني منكي جو منكي لأوي جين ين كوننا ين كاكو سيا جين كما أم بلا لها راتي منصر دي كي جين ي اي لا هرا سينكي فرو دي كي جين ي اي لا هرا باركي رو دي كي جين ي كداكا بارتي لا هرا لا هرا سرا تايرو دي لا هرا تي باركي رو سلي تي لا هرا سن تي لا هرا إي جي تي لا هرا سرقبو تي لا هرا بغي بال لدو تي لا هرا فويت تي لا هرا كو دي توقو نوما والمكو جوما فن كلم pей مي مي بلا هرا وديا لا قوموني ين براكي جين ين ما ين كوننا كما أم بلا تي نوما كي لكا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سان وقد ص�� انتظارنا انتظارنا وانتظار تق machاني انتظار حتى تطبيع tongue انقائっちゃو ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 التطبيقية السيدة أن تشغل تصمي بيقى إذا لا يرغب ذلك لا يمكن أن تكون المخزنة لا يمكن أن تصمي بإثبات لن يمكن أن تكون المخزنة والتي يكون الظلام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 7,99% des hommes sont comme ça nous courons derrière le monde nous courons derrière les petits avantages de ce bas monde nous avons oublié l'essentiel qui est la finalité qui est le passage dans la tombe ensuite la résurrection pour l'au-delà c'est ça l'essentiel nous avons tourné les doigts à l'essentiel le spectacle que nous voyons aujourd'hui fait peur à tout esprit équilibré un spectacle d'une rarité d'une rarité excessive la sainte mosquée de la mecque vide de fidèles la kaba sans tawaf sans circumambulation la kaba sans fidèles sans adoration un spectacle un spectacle qui fait peur est-ce nous sommes en train de rentrer dans le dernier virage sans retour seul Dieu a le secret est-ce c'est un avertissement d'une gravité extrême que Dieu envoie à l'humanité pour que l'humanité se ressaisisse la question est là mais une chose est sûre quand nous voyons des choses d'une extrême rarité nous devrions réveiller nos esprits et nos consciences pour comprendre que Dieu ne fait rien pour rien Dieu envoie des messages Dieu envoie des signaux et il laisse au Dieu d'intelligence les devoirs d'interprétation et ces devoirs d'interprétation nous incombrent il est temps qu'on se ressaisisse de l'avis général de tous les savants de tous les savants musulmans ces messages que nous voyons dépassent la situation d'une simple maladie d'une simple pandémie c'est l'humanité qui est menacée et cette menace il faut la prendre au sérieux Dieu nous fait voir ainsi qu'à tout moment il peut mettre un terme à cette vie pour cela il n'a pas besoin d'envoyer autre forme de message à qui que ce soit cela ne relève que de sa seule décision souveraine qu'Allah nous facilite la répentance qu'Allah nous facilite la répentance qu'Allah nous pardonne nos péchés qu'Allah nous mette sur la voie de la réconciliation avec lui nous devrions nous réconcilier avec notre Seigneur nous avons tout à y gagner notre Seigneur est plein de miséricorde notre Seigneur est plein de mansiétude notre Seigneur est plein de pardon Dieu pardonne-nous nos péchés Dieu pardonne-nous nos excès Dieu facilite-nous la répentance Dieu donne-nous la chance de terminer cette vie étant sur la bonne voie sur le bon chemin Jésus 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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يتع الله ورسوله فقد راشد ومن يعس الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم أن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم أن جمي صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرق والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي هوزة الدين وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وجعل اللهم ولايتنا في من خافك والتقاك والتبارضك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تآخذنا بما فعلت سفهاء منا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أحطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال ومتحا شكرا